اشتركوا في القناة كيس الشيبسي بتاعها ده غلط قوي علشان كده مساكته وضربته حلقة على الفعل المجرم اللي هو عمله في حق كيس الشيبسي بعد كده بنروح لجين المطرب المشهور واللي بالصدفة بيخبط في كينج ويكسر المجسم اللي معيها واللي عليه صورته وقبل ما كينج تضربه بيشيل جين الكمامة من على وشه علشان تسيبه وزاعتها بيشوفه المعجبين والصحافة وبيطلعوا يجروا وراها هو كينج اللي بتاخده جوه حظيرة للبط علشان تخبيه من الصحافة لحد ما بييجي شيء المساعد بتاعه ياخده ويمشي وتاني يوم في المدرسة بتشوف كينج يو وسيم المدرسة وبطل كرة السلة اللي بيروح لها وبيديلها كورة ومكتوب عليها إهداء منه وطبعا بتجري كينج وراه علشان تضربه لإنه الكلام ده ما يصحش يعني وفي نفس الوقت كان جين أول يوم ليه في المدرسة السنوية هو كمان وكان زميل كينج في نفس مدرستها اللي أول ما بتشوفه في الفصل بتفضل مبرقة ومش بتكون مصدقاً للي شايفه حقيقة وطبعا زي ما احنا عارفين إن بالصدفة البحثة جداً بيقعد جين جنب كينج وكان واضح عليه السعادة العارمة زي ما انتوا شايفين كده وده عكس كينج اللي كانت هيمينة في سحر عنيه لحد ما بتيجي المدرسة وبتطردهم براهم الاتنين وفقت الغدى طلب جين طبق مكارونا بالصالسة عادي جداً وده اللي خلى كل بنات المدرسة تطلب زي لحد ما المكارونا اللي في المدرسة كلها خلص والولاد مش لقين حاجة يكلوها يعين ولما جت كينج علشان تقعد جنب جين وهي بتاكل جه يوه وامزائيها وقعد هو قدام جين ودخلوا الاتنين في تحدي مرعب جداً وكان التحدي عبارة عن مين فيهم هيقلب طبق المكارونا أسرع وفي مختبر العلوم اتلخبطت كينج من كتر ما هي بركزها مع جين وقامت حطى مواد بتتفاعل مع بعض أنت جعانها غاس سيم كان هيروح دحياته الفصل كله وبعد المدرسة طلبت والدة كينج منها إنها تطلع أوردر الأكل ده للجار اللي فوقيهم لإنها استلمته غلط ولما بتطلع كينج توصل الأوردر بيكون جين هو الجار الجديد لكن كينج مش بتكون عارفة إنه هو وبالليل فضلت كينج تكلم صديقتها شايت وحكت لها إن فارس أحلامها أخيراً بقى جنبها وبتشوفه كل يوم علشان كده اخترحت عليها صديقتها إنها تتبع استراتيجية جديدة علشان تقدر توقع في حبها وتفوز به والصبح وأول ما بتوصل كينج على المدرسة بيروح عليها زميلها بالهدايا وبيدهالها ويطلبوا منها توصلها لجين وفي نص اليوم كان فيه امتحان ولما بيكتشف جين إن كينج ويو كانوا بيغشوا بيفتن عليهم علشان كده بتطردهم المدرسة برا الفصل وبعد ما بيخلص الامتحان بتروح المدرسة وبطلمهم لإنهم كانوا بيغشوا وبتعرفهم إن الغش في المستقبل مش هيعمل منهم إلا أشخاص فشلة لا تفقه شيء وفي وقت الغداء بتكون كينج فرحانة جدا إن المطبخ فيه قطع الفراخ اللي بتحبها ساعتها قرر جين إنه يضايقها وطلب من الشيف إنه يحط له كل الفراخ وده اللي بيحزن كينج جدا خصوصاً وهي شايفة جين بيأكل وهو مستمتع وهي بتشرب شربة وبعد كده طلبت كينج من جين إنها توزع مكانه الصور اللي عليها توقيعه وده اللي بيعصى بيه جدا وقال لها إلها بل اللي انت بتعمليه ده تحتى مطرب ضعيف ومش قد كده ساعتها كينج اتخانقت معاه وطلبت منه ما يدخلش في قراراتها وإنها شايفة جين أفضل مطرف في العالم وده اللي بيسعد جين جدا بس مش بيباين وبعد ما المدرسة خلصت رجعت كينج على البيت وقالت لها والدتها إن الميا هتقطع علشان كده هي بتخزن ميا ساعتها كان جين بياخد شاور والميا قطعد عليه علشان كده اتصل شي بوالد جين وطلب منها تسلفوا ميا لحد ما الميا ترجع فأخدت كينج الميا علشان تطلعها للجيران اللي فوق وساعتها اكتشفت إن جرها الجديد هو جين وده اللي خلاها تكون طيرة من الفرحة عكس جين اللي ما كانش عارف يروح منها فين وهي وراء في المدرسة وفي البيت كمان وتاني يوم حطت كينج مجموعة من الكوبات فوق بعضها علشان تقدر تسمع خطوات جين وهو ماشي ساعتها كان والدها ووالدتها مستغربين جدا لكن طبعا محدش يقدر يقولها انتي بتعملي ايه وبعد شوية راحت كينج مع والدها ووالدتها السوبر ماركت وهناك لمحت جين وفضلت وراه في الميروح وكل ما يشتري حاجة تشتري زي وهي في قمة ساعتها ساعتها استغلها جين وخلاها تشيل له كل مشترياته علشان ما يتعبش ايده ولما شافته كينج بيعتص رجعت على طول على البيت وجابت له دوة برد وساعتته كمان في إنجاز الغداء وبعد ما خلصه ادت له رقم تليفونها وقالت له اول ما يحتاج اي حاجة يكلمها على طول وتاني يوم كان جين عنده تصوير وفيه مشهد فيه بطة معاه ولإنه بيخاف من البطة جدا افتكر وقت ما كانت كينج اخدته على حضرة البطة علشان تخفيه من الصحفيين ساعتها تطم من وقت ما كان معاهها وما كانش خايف علشان كده بعد ما رجع من التصوير اتصل بيها وشكرها على الدواء ومساعدته في الأكل وطلب منها تبصه قدامي الباب بتاعها لإنه سايب لها حاجة قدامه ولما قامت كينج علشان تشوف جين ساب لها ايه لقيت صورة موقعة منه ففرحت بيها جدا وفي وقت ما كان جين بيصور إعلان عن عصير فدل المخرج يطلب منه يعيد المشهد أكتر من مرة وده اللي خلاها يتقيق غصبة عنه لإنه حس بامتلاء وساعتها شافته جوري زميلته في الفصل واللي كانت من ضمن الكمبارس اللي في الإعلان وتاني يوم كانت جوري بتسجل حلقتها في راديو المدرسة فعرفت من زميلة لها أن قدرت المدرسة عايزة جين هو اللي يسجل في الراديو بعد كده وللسبب ده قررت جوري إنها تفضح جين في المدرسة وتقول إنه بيعمل إعلانات عن منتجات فاسدة وبيغش جمهوره وعلقت صوره في المدرسة كلها وكانت كينج مرقبهم من بعيد وعرفة خطتهم فبتروح تتخانق معاهم وساعتها جه المدير وشافها فافتكر إن هي اللي نشرت الصور دي ولما حاولت كينج إنها تبرر لجين موقفها مرديش يسمعها وبعد انتهاء اليوم الدراسي سمع جين كينج وهي بتزعق لجوري وصحابها على نشر الصور وبيعرف إنها ملهاش زمب علشان كده رح لجوري وقال لها لو نشرت له أي صور تاني هيقضيها بتهمة التشير وده اللي خلى كينج تقول لجين شفت بقى؟ علشان تعرف إنك ظلم تاني أم جين ردد عليها وقال لها إنه عارف من الأول إنه مش هي اللي عملت كده لأن الموضوع ده محتاج زكاء وده شيء منعدم عندها وتاني يوم طلعت كينج على جين علشان تديله بيان ملك العمارة الخاص بتصنيف أنواع القمامة لكل السكان علشان يساعدوا بلدية الحي على المحافظة على نظفة العمارة ورحتها فقام جين طلب منها تساعده في عمل الوصفة اللي بقاله كتير بيحاول يعملها وبيفشل ولما طبخت هالو كينج طلب منها تطبخ واحدة تانية وتعود معاتها كلها وده اللي خلى كينج تكون طيرة من الفرحة وبتفضل تتخيل أن جين لطيف معيها لأ وكمان بيأكلها في بقاه لكنها للأسف بتفوق على الواقع الأليم وبعد ما خلصوا الأكل حبت كينج أنها تخسل اللي اطباق هي لكن جين أصر أن ما فيش حد هيخسل اللي اطباق غيره وساعتها قالت كينج في نفسها بجد هو ده فارس أحلامي أما على الجانب الآخر فيبدو كده أن جين بدأ يصلطى في كينج شوية لأنه سمح لها تقعد معي بعد الغدى وكمان يلعبوا صدوكه مع بعض وتاني يوم في المدرسة لقيت كينج إن درجاتها في الامتحين ضعيفة جدا علشان كده كانت حزينة وقالت في نفسها أن معدد ذكائها أقل من الطبيعي كمان ده حتى لعبة الصدوكه ما كانتش عارفة تلعبها ولما بتروح الحمام وترجع بتلاقي جين سايب لها كتاب لمادة الرياضيات تذكر منه وجواه ورقة مكتوب فيها أنت مش غبية في اللحظة دي كينج عيونها بترسم قلوب وضربات قلبها كانت بيسمعها الفصل اللي جنبها وده اللي خلاها تكافئ جين وتديله حبات من عين الجمل علشان الكلمتين الحلوين دول وبعد شوية بيتقال خبر أن الطلاب اللي درجاتهم ضعيفة يتم نقلهم لفصل تاني وده اللي زعها الكنج جدا لأنها بالتأكيد هتتنقل من الفصل ومش هتكون جنب جين وبتفضل تتخيل وهي دخل الفصل وراه وبيتم منعها والحزن بيزيد أكتر علشان كده قررت تروح للمدرسة علشان تخليها تغير قرار الانفصال بين التلاميذ لكن المدرسة قالت لها أن ما فيش قرار من الأساس وأن كل اللي سمعوكها مجرد إشاعات مش أكتر بعد كده راحت المدرسة وقالت لكل التلاميذ أن قرار فصل التلاميذ عن بعضهم مجرد إشاعة بغيضة إنما بقى اللي مش إشاعة أن التلاميذ مقاعدهما تتغير بناء على درجاتهم في امتحان الشهر وده علشان يخلق نوع من التعاون بين الطلاب الممتزين والطلاب الأضعف علشان يقدروا يجيبوا درجات أفضل ساعتها قالت كينجي ليو بص بقى إحنا لازم نذكر كويس علشان مستقبلنا معتمد علينا للأسف وبدأوا أنهم يذكروا مع بعض وده اللي خلق جين ما يكونش مبسوط قوي فحاول يلفط نظر كينجي بأي طريقة بس ما فيش فايدة وما كانش جين هو بس اللي متضايق من قرب كينجي ويو مع بعض إنما جوري كانت لهم بالمرصد هي كمان ومش حابة تشوفهم مع بعض خالص لإنها بتحبي يو من بعيد لبعيد وفي البيت فضل جين يفتكر كينجي وهي بتطبخله وهو حزين أما كينجي فكانت بتذكر في المكتبة مع يو اللي حاول يعترف لها بحبه بطريقة غير مباشرة وكمان جاب لها الفريخ اللي هي بتحبها وكينجي تجوري مرقبهم من بعيد وهي هتنفجر من الغيز وتاني يوم الصبح لقيت كينجي جين قدام البيت وإداءها المذكرة بتاعته علشان تذكر منها ولما بيعرف يو بيكون متايق جدا وبيقول لكينجي إنها بتذكر معاه بس علشان تفضل قاعدة جنب جين فردت كينجي عليه قالت له إنها آه عايزة تفضل جنب جين لكن برضو عايزة تحسب من درجاتهم هما الاتنين لكن كل الكلام ده مش بيعجب يو وبيقوم سايبها وماشي وفي الفصل اخترحت المدرسة على الطلوب إنهم يختاروا واحد منهم علشان يكون مسؤولة عن الانضباط في المدرسة فعلى طول أم يو وقال للمدرسة إنها لازم تختار جين لإنه مشهور وقدوة الزميله وأكيد هيقدر يحفظ على الانضباط بينهم ومن ساعتها وهو بقى مستقصد جين في كل ما كانه بيرخم عليه وجين ما كانش عنده أي مشكلة وبيسجل كل أخطاقه لحد ما يوه راح يهرب مع زميله من على صور المدرسة وساعتها افتكروا المدير إنه بيمنعهم علشان كده قاله إنه هو مسؤول عن انضباط المدرسة من النهاردة علشان يمنع التلاميذ من الهروب مع إنه هو اللي معلمهم أصلا بعد كده بنعرف إن جين هو اللي اخترح على المدير بإنه يخلي يوما كانوا مسؤول عن الانضباط وعارف يردله القلم وفي وقت الاختبار الشهري كانت كينجة قلقانة جداً لاتجيب درجة وحشة وتقوم من جنب جين أما يوفى طلب من أصدقائه إنهم يجيبوا درجات وحشة متعمدين علشان يقدر ينفس خطته وبعد الامتحان ما جابش جين الدرجة النهائية علشان كده فضلت كينجة قاعدة جنبه والسعادة مالية قلبها وفشلت خطته يوه وبسبب الصحافة اللي كانت مرأبة جين 24 ساعة على درجة إنهم كانوا عايزين يدخلوا البيت ما كانش جين بينام لحد ما وقع في المدرسة وقوهم عليه وفي العيادة طمينهم بالدكتور وقالهم إنه محتاج ينامش أكتر وفضلت كينجة قاعدة جنبه لحد ما فاء ولما عرفت منه إن سبب عدم نوم الصحفيين اللي بيروحولوا البيت بتاخد بالليل التصى بتاعتهم وبتروح تحرس البيت بتاعه ولما بيشوفها جين في الكاميرات بيفضل يضحك وده اللي خلاه يقدر ينامه ومرتاح وتاني يوم طلعت كينجة عند البيت برضو وساعتها طلب منها جين تدخل لإن الشخص اللي بيرقبه مش هيجي وهي بر ولما جات البنت اللي بترقب جين قدرت كينجة تمسكها واتصل جين بالشرطة وجات أخدتها وبعد كده لاحظ جرح في إيد كينجة فقام عائل الجرحها وهي طبعا ما كانتش مسدقة اللحظات التي لا تنسى دي وفي وسط الدردشة قال جين لكينج إن كل إنسان لازم يكون له حلم وساعتها ما كانتش كينجة عارفة إيه حلمها ولما قلبت في دفاترها القديمة لقيت أمنية مكتوبة ليها وقت ما كانت في ابتدائي وكان حلمها إنها تكون رائدة فضاء علشان كده رحت لجين وقالت له إنها عارفت نفسها تكون إيه في المستقبل وهي فرحانة جدا والصبح شاف جين كينجة حزينة علشان ألعبها القديمة لقيتها مكسورة وده اللي خلاه يطلب منها تديهم له وهو هيصلح حملها وفضلت هي كالعادة هيمينة في سحر الفتاك ولما بيخلص جين تصليح الصاروخ الفضائي بتاعها قالت له كينجة إنها من النهاردة هتتعلم إزاي تصلح الصواريخ الفضائية علشان تكون رائدة فضاء ومفيش منها اتنين في المستقبل وفي حصة الإنجليزية أفاشتها المدرسة هي بتقرأ كتاب عن الفضاء ومش مركزها معاهم علشان كده طردتها برة وبعد كده قال لها يو إن في محاضرة عن الفضاء النهاردة في المدرسة وعلى طول راحت كينجة ومعاهم جين ويو علشان يحضروها وهناك كنت كينج متحمسة جدا علشان كده سألت المحاضر وقالت له لو عايزة تبقى رائدة فضاء تبدأ منين وساعتها قال لها المحاضر لازم الأول تتدربي على محاكاة الفضاء واللي بتكون عبارة إنها تلف حوالي نفسها لمدة معينة وساعتها وفقت كينج إنها تعمل التجربة وطلعت على المسرح عملتها وقبل ما توقع جيري جين ويو ولحقوها وكل الطلاب سقفوا لها والجيزة اللي أخدتها كينج إدتها الجين وقالت له إنها طلعت مخصوصة على المسرح علشان تاخد الجيزة وتديها له لإنها لحظت إنها عجباة وده اللي بيسعى جين جدا علشان كده لما حس إنه مفتقد كينج بالليل بعت لها رسالة وقال لها طلعي لي حالا ولما كينج طلعت قال لها جين ما تفهميش غلط أنا بس قلت ذكر لك كمينك بريدة وكده وفي مرة من مرات المذاكرة قال جين لكينج إنه موافق يخليها تاخد الصور والتمثيل اللي حبها من بيته لكن في مقابل إنها تذاكر كويس ولما يسألها أي سؤال وتجاوبه صح حقها تاخد اللي هي عايزة علشان كده بدأت كينج إنها تاخد الموضوع جد وتبزي المجهود أكبر في المذاكرة وتاني يوم الصبح حبت كينج إنها تروح مع جين المدرسة لكنه شرت عليها بإنها لازم تجاوب على أسئلته الأول في العلوم وكل ما كانت بتغلط كان بيبعدها خطوة لحد ما بعدت خالص لكن بعد كده قدرت تجاوب على باقي الأسئلة وقربت منه تاني وفي المدرسة وكل ما كانت كينج اتنين ولا ما تركزش كان جين بيحاول يدعمها ويخليها تركز في الحصة ولما بيشوفهم يوء ريبين من بعض بيكون متضايق جدا وغيران وده اللي بيخاجيه يجري وراها في حصة الألعاب وهو بيقول لها لازم تقوليلي مين بتحبيه أكتر أنا ولا جين وفي الوقت ده كانت جوري خلاص على آخرها وتنفجر من الغيز علشان كده حاولت إنها تفتعل مشكلة مع يو اللي كان مش مهتمة حتى إنه يتخانق معاها بعد كده طلبت المدرسة يو كينج في مكتبها وقالت لهم إنها سمعت كده والله أعلم إنكم بتحبوا بعض فردت عليها كينج وقالت لها لا طبعا ده أنتوا لو موتوني عمري محب يو ده أخويا في اللحظة دي كان يوء متغس منها وقال لها يعني أنا اللي هموت نفسي عليك يعني ما أنا كمان عمري ما بصلك وده اللي خلى كينج لما ترجع الفصل تقول جين إنه ما يسمعش أي إشاعة طلعت عليها وإنها أكيد لو كانت هتحب حد فأكيد هيكون هو يعني بصراحة لكن جين اكتفق إنه يبصلها من فوق لتحت ويسكت وبعد المدرسة كان لم يو كينج وقال لها إنه هيعمل حفلة عيد ميلاده النهاردة ولازم تيجي يا إم هيكون وحيد في اليوم ده فإمت كينج بعطة لجين رسالة بإنها مش هتعرف تخلص كل الواجب اللي طلبوا منها علشان هتروح حفلة عيد ميلاد يو فرد عليها جين ببرود لكن من جواكها متعصب قوي أما يوفى كان بيتخيل عيد ميلاده هيقضيه زي مع كينج لوحدهم وأدي إيه تخيلته كانت غاية في الرومانسية زي ما تشايفين كده لكن أحلام الوردية بتخلص لما بتوصل كينج وهي جايبة معها الفصل كله علشان يحتفلوا بيه وبعد الاحتفال اللي كان جميل جدا وكل صحاب يو حواليه دخل هو وكينج علشان ينظفوا البيت وساعتها شاف جين صور العيد ميلاد وحس بالغيرة شوية صغيرين أما يوفى علشان يخلي كينج معاه وقت أكتر أم وقع اللوحة المجمعة اللي فيها ألف قطع ساعتها قالت له كينج إنها مش هتمشي قبل ما ترجعها زي ما كانت وده اللي فرح يو جدا لإنه والحمد لله أخيرا واحدة من خطته نجحة وبعد شوية راح جين على بيت يو علشان يدي له هدية عيد ميلاده وساعتها عرفت كينج إن يو نزل من موبايلها صورة عيد الميلاد وكتب عليها كلام رومانسي وكأن هي اللي كتباه فقام جين ميكلمها بنبرة فيها عصبية وقال لها يلا على البيت ولا مش عايزة تروحي قامت كينج جريت في ثواني وقالت له أنا وصلت هناك أصلا من زمان وعند البيت ولما بيعرف جين إن كينج هتروح عن ديو الإسبوع الجاي علشان ترتب معي الألف قطعة بتاعت اللوحة كان متضايق وسبها ومشي وقام مكلم المساعد وقال له بكرة يكون عندي لوحة اللغز اللي بيكون فيها ألف قطعة ولا قولك خليهم ألفين تلاتة ما يهمكش بعد كده روحت كينج عن ديو علشان تجمع معا اللوحة فأم يو أخد منها قطعة من غير ما تاخد بالها علشان تفضل معي الوقت أكتر وبالصدفة سمعته كينج وهو بيكلم صاحبه وبيقوله الخطة الجهنمية بتاعته علشان كده سبته ومشيت فأم يو رح وراها وساعتها اكتشف يو إن جين زاكن مع كينج في نفس المبنى وده اللي عصب يو جدا وقال لها خلاص بكرة نتقبل وقبل ما يمشي قال له جين كينج بكرة هتزاكر ومش فاضية وبتكون دي ضربة قتلة اليو قال لي لما بيمشي بيلاقي إعلان عن بيت للإيجار في نفس المبنى فقال باس هي دي الخطة القادمة ونسأل الله التسهيل وأم خلص في البيت على طول وبعت لكينج صورة ليه وهو في البيت علشان كده رحت هي وجين يبركوله على السكن الجديد وعلشان يو يغيز جين طلب من كينج إنها ترتب مع البيت لأنه وحيده ما عندهش لقريب ولا غريب وطبعا الكلام ده قطع قلب كينج جدا وقالت لجين إنها هتساعد يو وبعد كده هترجع له علشان يكمله مذاكرة وفي البيت سألت كينج يو إذا كان والده ولا والدته يعرفه إنه أجر بيت جديد فرد عليها يو وقال لها إنهم مشغولين في شغلهم طول الوقت وما حدش مهتم وبعد التنظيف قد يو مفتاح الشقة لكينج وقال لها خليه معاكي إحتياطي يمكن اللي معايا يضيع يبقى إيه الحل لساعتها ولما رجعت كينج عند جين لقيته أدالها شنطتها وقال لها خلصنا مذاكرة خلاص وقام رزع البف والشهة والصبح مرضيش جين إنه يتكلم مع كينج خالص علشان كده استغلي يو الموقف وقال لها قدامه شكرا إنك نضفتي معايا البيت وقال لها اوعي مفتاح الشقة يديع منك في اللحظة دي كان جين هينفجر من الغيط لكنه حاول إنه يبين إنه مفيش أي حاجة وأمسيبهم وماشي وبعد كده في المدرسة طلبت كينج من جين إنه يديها ألم علشان نسيت ألمها وقبل ما يدي جين لها الألم قال يول كينج بقول لك إيه عايزك تروحي معايا للماركت علشان نشتري شوية حاجات فقامت كينج قال له ماشي ساعتها رجع جين الألم في المقلمة بتاعته وبص قدامه وقال لكينج بشتري ألم بقى وبعد المدرسة راحت كينج ويو السوبر ماركت وفي الطريق قال جين للمساعد إنه عايز يروح السوبر ماركت علشان يجيب شوية حاجات محتاجها وكانت كل ما كينج تدي ليه أي ماركة عليها صورة جين يقوم يو يدور على ماركة غيرها ولما بيوصل جين دخل هو ويو في سبق وبقى كل واحد يخطف من التاني الحاجة اللي قدامه كل واحد كان عايز كينج تكون معاه في التسوق وتركز معاه هو بس ولما رجعوا على البيت طلب جين من كينج إنها تطبخ له اللحمة اللي هو بيحبها وتعمل حسابها علشان تتعشى معاه وعلشان يو يتغلب عليه أم عامل حفلة شاوي تحت البيت وشاول فراخ اللي كينج بتحبها وقبل ما تنزلهم قال لها جين إن رحة الدخان دي خنقا قوي وده اللي بيخلي كينج تقول لهم إيش وانتوا براحتكم وكلوا وأنا مش عارف أكل معاكم ولما اتهت حلول الأرض بالنسبة ليو أم ولع في البيت علشان يروح يباد في بيت كينج لكن جين قطع عليه الطريق وقال له تصدق أنا عندي قدة ضيوف هتكون مناسبة قوي ليك ساعتها قرر يو إنه يندم جين على اقتراحه ولما طالع لبيت وكرهه في حياته بالمعنى الحارفي لحد ما جين أخده وخرجه يتعشر مع بعض ولما بيرجعوا على البيت بيكون يو ملان من الأفلام الوسائقية اللي جين بيشوفها من ساعة مجوم فأم يرخم عليه تاني يمكن ينرفزه ولا حاجة لكن لا حياته لمنطني دي والصبح قال يو لكينج إنهم يتمشوا مع بعض للمدرسة سوا ويسيبوا النجم المشهور يروح بعربيته وفي وقت ما كان يو بياخد مع كينج صورة للذكرى لقى جين هوب طالع معهم في الصورة وقال لهم أن 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 وفجأة مش كده وفي المدرسة بيشوف يو والده اللي مشافهوش من شهرين وساعاتها قاله والده يرجع البيت اللي أجره ويرجع لبيته لكن يو أصر على رأيه وقاله أنه مرتاح في البيت الجديد وأعتقد بالنسبة له هو والده والحاجات دي مش مهمة وبعد المدرسة روحت كينج وجين مع زميلها لمركز الألعاب علشان يقض وقت لطيف مع بعض بعيد عن جو المدرسة المشحون وقدرت جوني تكسب يو في كل لعبة يلعبوها مع بعض وده اللي دايق يو جدا وقال لها أكيد الألعاب دي فيها حاجة غلط أما جين فقدر يكسب اللعبة اللي عايزها كينج واللي بقت في قمة سعادتها ولما بيروح يو علشان يدفع الحساب بيكتشف أنه والده جمدله ورصيده في البنك علشان يجبيره ويرجع البيت تاني ولما بيرجعه بالليل بيطلع يو يقعد في بيت جين لأن بيته لسه منضفش ساعاتها بتروح لهم كينج علشان تطبخ لهم وكل واحد فيهم بيعمل أن عينه بتدمع من البصل علشان كينج تمسح حاله يو بوالده وقال له أنه مش موافق على لعب كرة السلة والكلام الفاضي ده وأنه من الأفضل يجهز نفسه علشان يدير الشركة من بعده وده اللي خلى يو يكون حزين جدا علشان كده حاولت كينج تهون عليه وإداته في الغدى قطع الفراخ اللي هي بتحبها بعد كده عارفت كينج إن عيد ميلاديو الحقيقي النهاردة علشان كده عملت له هي وجين حفلة صغيرة علشان يحتفلوا به وفي الاحتفال قالت لهم كينج إنهم يوعدوها يفضلوا كلهم مع بعض حتى لو مرت السنين واختلفت ظروفهم وبعد الصهرة فضل يو يتفرج على فيديوهاته مع والده وهو صغير وكان متأثر جدا ومفتقد والده اللي كان مهم في حياته وشوية وبيلاقي يو والده جاي وجايبله هديف وناس بتعيد ميلاده وكانت الهدية عبارة عن ألم ووالده قال له لو قدرت تحسن من درجاتك تعالي وهات معاك الألم علشان أمضيلك بموافقتي دخولك مع أسكر التدريب بتاع كرة السلة اللي نفسك تروح وده اللي خل يو يتشجع على المذاكرة وقرر فعلا يحسن من درجاته علشان كده تاني يو منضم الجين وكينج وهما بيذكروا وطلب من جين يشرح له حاجة مش فهمها بعد كده بتاخد كينج دفتر المدرسة في وسط الكتب بتاعت التدريبات ولما بيشوف جين الدفتر بيلاقي مكتوب جواه اسم كل واحد فيهم وازاي المدرسة مقيمةهم ومن غير متلاحظ المدرسة رجعت كينج الدفتر مكانه تاني وفي الاختبار حاول يو إن يبذل كل طاقته علشان يجيب درجات كويسة زي ما وعد والده ولما بيعرف من زملته اللي جنبه إنه كتب إجابة واحدة صحة في الامتحان كان مبسوط جدا وتاني يوم طلعت النتيجة وقدر يو إنه يعدي من ورحلة الخطر اللي هتخلي والده يوافق على انضمامه في معذكر التدريب ولما بترجع كينج البيت وتعرف والدها ووالدتها نتيجة الامتحان مش بيكونوا مصدقين إنها طورت بالشكل ده لدرجة إن والدها قال لولدتها قرصين يا نفحلم ولا علم وبيقولوا لها تعزم أصدقائها لإنهم لازم يحتفلوا بالإنجاز العظيم اللي مش بيحصل في السنة كتير علشان كده رحت كينج وعزمت جين ويو على الحفلة ولما بترجع كينج لقودتها بتكون محتارة تلبس إيه وشوية وبينزل يو جين على البيت وبتستقبل والدة كينج جين بترحاب كبير وهو برضو شخصية مشهورة وكده ولما بتخرج ليهم كينج بتكون لفسة فستين جميل وأول ما بيشوفها جين بيعجب بشكلها جدا خصوصا إنه أول مرة يشوفها لبسة فستين فبتقوم كينج مبوزة اللحظة السحرة دي وتشيل قرورة المية لعشرة كيلو على كتفها وتدخلها المطبخ وسط ظهول من كل اللي وقفيت وتول الظهرة كان جين ودود جدا مع أهل كينج لحد ما ضمن حبهم واعجبهم به عكس يو اللي كان واقف يتفرج عليه وهو بيدحك عليهم بكلامه المعصول وبعد العشرة استعرض والد كينج مهاراته في لعب الكاراتي هو وبنته وفضلوا يهزروا مع بعض كأسرة جميلة وده اللي كان محروم منه يو جين علشان كده فضلوا يبصوا عليهم بعين كلها فرحة وتمني في نفس الوقت وده اللي خلى جين يكلم والدته لإنه اشتق له حضنها وكلمهم مع بعض لكن والدته فضلت تكلمه في الشغل والبرامج اللي هيظهر فيها وإلى خيلة فقام جين منها معاها المكالمة وهو حزين والصبح ودعت كينج وجين يو وهو رايح المخيم وكانت جوري واقفة من بعيد بتودعه بدموعها وقبل ما يو يمشي كان مواصل زميله أنهم يرقبوا جين وجينج كويس ويتصلوا به لو فيه أي حاجة مش طبعية وفي الطريق عمل يو حادثة وفضلت والدته تلوم والده بسبب عدم اهتمامه به فقام قيل لها زوجها أن هما الاثنين قصروا في حق ابنهم علشان كده قرروا هما الاثنين أنهم يفضوا وقت اليو ويهتموا به زي زمان بعد كده دخلوا الدكتور وقال لهم أن الجبسة هيتفك بعد أسبوع وكده يومش هيقدر يشارك في المسابقة لكن كعدتوا وضحك لهم وقال لهم حتى لو ما قدرش يشارك في المسابقة كده كده هيورسابوه ويبقى يشتري له نادي بعدين وتاني يوم استغل يوم الموقف وطلب من كينج تشربه وتأكله كمان علشان إيده تعبانة يا حرام وهي تأكله من هنا وهو يغيز جين من ناحية تانية لحد ما جين جاب أخره وقم حطط له الشليمون في الكوبية وقال له تفضل اشرب ولا بوقك كمان واجعك وبالصدفة بتعرف كينج ان جين كان معاها في الروضة من الصور اللي كانت موجودة في صندوق الذكريات ولما رحت له علشان تسأله فعلا كان معاها في الروضة ولا لأ وقريها صورته اللي كانت في الصورة المجمعة اللي كانت معاها علشان كده أخذته كينج تاني يوم وحبت انهم يروحوا الروضة مع بعض ويشوفها علشان يرجعوا ذكرياتهم بس للأسف لقوها تقفلت وده اللي زعل كينج جدا علشان كده أخذها جين بالليل على مدينة الملاهي علشان يخليها ما تبقاش حزينة وترجع تضحك تاني وقض وقت لطيف جدا وكانت كينج في غاية السعيدة وشكرت جين لإن بسببه وقدرت تحتفظ بذكريات جميلة هتفتكرها طلع عمرها ولما بيرجع يوم المدرسة الفصل كله بيحتفل بخرجه بالسلامة وده اللي بيسعى ديو جدا وبيكون ممتن لكل الحب اللي شافه من زميله لكن كل ده ما يمنعش إن يوم تعصب جدا لما شاف جين ويكينج واضح كده إنهم قربوا من بعض وبعد ما خلصت الحصة طلب يوم من جين إنه ينظف مكانه الفصل النهار ده علشان إيده لسه وجعاه وكان خلاصها يعاية وفوقت التنظيف فضل يوم يرخم على جين كالعادة ولما جه يوم ينظف ناحية ديسك جوري وصحبتها افتكروا إنه هو الشخص اللي بقاله فترة بيبعت لها هدايا ومحدش يعرف هو مين وده طبعا اللي خد يو وقال لهم هدايا إيه إيه ده كده وصالوا عن نبي أنا مش بطيق جوري دي أصلا يبقى جيب لها هدايا ولما عرفت جوري إنه يو مش هو اللي بيبعت لها جوابات وهدايا زعلت جدا ورمت الجوابات في الزبالة علشان كده قرر جين ويو إنهم يتقمصوا شخصية المحقق كونان ويمشوا ورا جوري علشان يعرفوا مومين بالزبط اللي بيبعت لها جوابات وفي الآخر عرفوا إن زمين معاهم في المدرسة ومعجب بجوري من فترة بس ما كانش عنده الشجاعة أنه يقول لها والصبح كان لم يو كينج وطلب منها إنهم يروحوا السينما مع بعض ولما عرف جين حاول يؤخر فيهم بأي حجة ولما قولوا بقال لهم بصوا بصراحة بقى أنا عايز أروح معاكم لكن بيجي مساعد جين فجأة وقالوا إن المقابلة بتاعت النهاردة تقدم موعيدها وده اللي فرح يو جدا فخد كينج بسرعة ومش يو وطول الفيلم كان يو هيمين في سحر كينج اللي ما كانتش معبراء أصلا ونزل أكل في الفشر ومركزة في الفيلم وعلشان يو يكمل غيث في جين بعد صورة ليه هو وكينج وقال له مش عايز أقولك الفيلم جميل قد إيه وهو طول الفيلم كان تحت الكرسي أصلا لأنه بيخاف من أفلام الرعب وبعد ما الفيلم بيخلص بيجي جين السينما وبيقدروا يهربوا من المعجبين بالعافية بعد كده بيتصل والد يو بي وبيطلب منه يرجع البيت علشان يتغدوا مع بعض وساعتها بيروق الجو الجين مع كينج وبدأت نظرات جين تكون غريبة ومختلفة شويتين وداني يوم ولما بيشوف يو الصور اللي تصورتها كينج مع جين بيكون متضايق جدا علشان كده قال جين في المدرسة أنه يدخل معاه ماتش كرة سلة واللي هيخسر فيهم يسيب كينج للتاني وقبل جين التحدي وبدأ أنه يتضرب كويس قبل الماتش اللي حضروا كل زميلهم علشان يعرفوا مين هيقدر يتغلب على التاني وقبل الماتش كان يو وصلت جدا من نفسه لأن كرة السلة دي لعبته وبعد ما كل واحد فيهم كسب مباراة قدرت جين أنه يكسب يو بفرق هدف واحد وبعد المدرسة جات والد جين زريته وهي متعصبة جدا بعد ما عرفت أنه شارك في لعبة كرة السلة على الرغم أن حالته الجثمانية ما تسمحش بكده وطلبت منه يلم حكته ويرجع معها على البيت وشوية وبتوصل كينج وتدي الجين كتاب تدريبات عايز زي يكون رؤية فضاء ساعتها جين بيتعصب عليها وبيقول لها هو أنا من إمتى قلت لك أني عايزة بقى رؤية فضاء وبيعرفها أنها ما تعملش نفسها عارفة وفهمة وهو بيفكر فيه وبيكون أسلوبه معاها حد جدا وبيقفل البف وشها ساعتها بترجع كينج للبيت وهي حزينة وقلبها مكسور والصبح لما شافت جين قدام البيت ثابت ومشيت وفي المدرسة كانت بتتجاهله بشكل كبير أما يوفى كان قاعد يتفرج على اللي بيحصل قدامه ومش مصدق أن كينج أخيرا تجاهلت جين ومش لزق فيه زي الأول علشان كده خدها معاه على المتسكل بتاعه علشان يغير مودها وده اللي بيخلي كينج تكون ممتنة ليه وتشكره لأنه فكر يساعدها وبسبب أن رجل مساعد جين كانت مصابة طلب المساعد من كينج أنها تكون مرافقة لجين ليوم واحد في التصوير لأنه مش هيقدر يكون معاه والصبح روحت كينج الجين وقالت له أن المساعد طلب منها تكون مرافقة للنهاردة وطول الوقت كانت بتفكر نفسها أنها ما ينفعش تسامحه بسهولة لأنه قسر قلبها لكن أول ما بتشوفه لابس ملابس الشخصية اللي هيمثلها قلبها بيقول لها يا إيه بقى مش كفا كده لكن في النهية صممت على الصمود وأنها لازم تكون عند موقفها وفي وقت التصوير كانت جوري هي اللي هتمثل دور صغير قدام جين وتلخبطت أكتر من مرة وما كانش جين عارف شخصيتها وفي البريك راح جين واعتذر لكينج عن الكلام الثخيف اللي قاله لها قبل كده وطبعا كينجي مسدقت وقامت دحكة له دحكتها المعهودة وقالت له لا لا ولا يهمك خالص أنا مسامحك وبتوصل الأخبار للمدرسة بأن جوري شاركت في الدراما بدور سنوي صغير جدا وصورها وهي صغيرة بتتنشر كمان عشان كده زميلتها في المدرسة بيتنمروا عليها وبيقولوا لها أنها عملت عمليات تجملية غير أنها مجرد كومبرس ومش عارفين هي شايفة نفسها على إيه وساعتها جين بيدخل وبيقول لمجموعة البنات دي أن أفضل الممثلين حاليا كانوا بيلعبوا أدوار سنوية في أول مشوارهم وأن ده الشيء ما يقللش من جوري خالص ودعمها في موقفها الصعب وتاني يوم كل زميل جوري اللي بيحبوها عملوا لها صورة كبيرة فيها كلام حلو عنها وصور ليها وهي صغيرة ولما كبرت وكتبوا على الصور مش مهم تكون جميل لكن الأهم يكون قلبك هو اللي جميل وساعتها روحت جوري وشكرت جين على وافته معيها في المدرسة والتصوير كمان لما طلب من المخرج أنها تعيد المشاهد تاني بعد كده بتكتشف جوري أن زميل لها في المدرسة هو اللي كان وراء الإشعاعات اللي طلعت عنها بسبب أنها رفضت حبه لكنه حس بالزنب ورح للمدير واعترف بغلطته واعتذر لها كمان ومن بعد الموقف الأخير ده وبقت جوري مقربة من جين وكينجي اللي كانت فهمها الغلط وعرفت حقائتهم الطيبة لكن بعد كده قامت الحريقة تاني بين جوري وزميلتها في الفصل اللي جنبهم وساعتها اتدخل في الخناء أسوبيان الفصلين وبعد الكثير من الشد والجزب مضع على معاهدة السلام اللي بتنص على أن الفصلين هيدخل فمسابقة ضد بعض علشان يشوفوا مين فيهم هاي سايتر ويدر فصل جين أنه يتفوق على الفصل التاني في كل الجوالات اللي قضها ضده وبسبب فوزهم اتجمع الفصل كله بالليل واحتفلوا مع بعضه وكانوا فرحانين جداً وطلبوا من جين أنه يغنلهم ولما سمعت كينجي صوته قلبها دف من جديد بعد كده المدرسة بتاعتهم فقدت توازنها وفضلت تتكلم كلام غريب وما ينفعش علشان كده لما المدير عرف أمر أنها تمشي من المدرسة وجاب مدرسة تانية بدلها وده اللي خلت طلاب تعمل مظاهرة ضد القرار ده لكن أول ما شافوا المدير بيزعق كلهم قالوا يا فكيك وفص ملحه ده بوف سواني وقبل الامتحان بأسبوع قرر الفصل كله وأنهم يذكروا مع بعض علشان يثبتوا للمدير إن المدرسة بتاعتهم كانت شايفة شغلها كويس وتستحق إنها ترجع تاني ليهم وفي يوم الامتحان جات المدرسة بتاعتهم علشان ترائب عليهم في الامتحان ولما رجعت كينجي على البيت لقيت والدها دعبان علشان كده رحت تدرب الأطفال كراتيبة ديله وهناك قبلت جيانج الممثل المنافس لجين واللي طلب منها تدربه علشان دورها يعملوا قريب لكن كينجي ماهتمتش الكل اللي قيله ومشيت وتيني يوم رجعت للمدرسة وهي كلها طاقة وحيوية وفي وقت ما كانت خارجة من المدرسة هي وجين لات قدامها جيانج اللي قالها إنه جيه مخصوص علشان يقنعها تدربه زي ما طلب منها وخليها تكون مدربته بالعافية بعد ما قالها لو ما جاتش معي والدها هيطرد من الشغل وبما إنها ما كانوا الفترة دي لازم تكون المدربة الخاصة بتاعته ولما وصلت كينجي و جيانجي ندي التدريب لنته حتة علقة بحجة إنها بتعلمه وبعد التدريب أخد معاها جيانج صورة للذكرى علشان يفتكر اليوم ده كويس وبعد كده بعد جيانج الجين صرته هو وكينج وقال له إنت عارف أنا ما حبيتش أخطف معجبينك لكن هي كانت مصرة تصور معايا أعملي وثاني يوم روحت كينجي علشان تحكيله على اللي حصل معاها مبارح لكن هو رد عليها بكل هدوء وقال لها ده شغلك وأنا ما طالبتش أعرف عنه حاجة وفي الحصة شايف جين دفتر ملاحظات كينج وكتبتها لأيام تدريب جيانج بساعتها قال لها ما قلتش يعني إنك هتضر بيكل الأيام ده فقامت كينج رد عليه وقال ليله حضرتك لسه إلي من خمس دقايق إنك مش عايز تعرف عنه أي حاجة فأمر دد عليها جين وقال مش مبرر على فكرة في الوقت ده كان يو في أسعد لحظات حياته لإنه لقى غريم جديد ينكد على جين إلي لما رجع البيت ما كانش عارف يشتغل ولا يركز في السيناريو إلي المفروض يشتغل عليه علشان كده اتفق هو ويو إنهم يطيروا جيانج من طريقهم وتاني يوم الصبح راح جين ويو لنيدي التدريب وقالوا لكينج إنهم عايزينها هي كمان تدربهم وقام جين ساب يو يشتغل على جيانج في التدريب وراح هو لكينج وطلب منها تربط له حزان بدلة التدريب علشان مش بيعرف يربطه واستغل قربه منها وفضل يبصي لها بعيون كلها حب وفي وقت ما كان يو بيكسر عدم جيانج في التدريب كانت كينج بتدلك إيد جين اللي كان قاعد بيلعب في شعره ولا كأنه لسه طفلة عنده سنتين بعد كده قلب التمرين اللي جاري ورا بعضه وهزار والكل كان بيتحك وهو سعيد وفاجأ حس جين بقلم شديد وقغم عليه وفي المستشفى ليمت والد جين كينج وعرفتها إن ابنها عنده مرض خطير في القلب وما يقدرش إن يتحمل أي ألعاب فيها قوة ولما بيفوق جين قالت له والدته إنه ما كانش لازم يلعب الألعاب الخطيرة دي واللي بدورها هتأثر على صحيته وبتحمل كينج وبقيت صحابها المسئولية لكن جين قال لها إن كينج وصحابها ملهمش أي زنب وإن الزنب زنبه هو لإن محدش فيهم يعرف حاجة عن مرضه ولما بتخرج والد جين قالت لكينج إنها مش هتلمها على اللي حصل لابنها طالما ما كانتش عارفة مرضه وبتعرفها إن صحيته تحسنته بتطلب منها ترجع على بيتها وبعد كده قالت للمساعدين الكل العفشة علشان جين هيسيب البيت اللي قاعد فيه وكمان هيغير المدرسة وتاني يوم روحوا كل زميل جين المدرسة علشان يزوروه وكانت معهم كينج اللي فضلت قاعدة في المستشفى لآخر وقت علشان تطمن على جين ولما حاولت إنها تبعت لهم رسالة والدتها أخذ الزليفون وحطته في شنطتها ولما بترجع جين البيت بتعرف من والدتها على العشان جين هيعزل من المبنى خالص وده اللي بيحزنها جداً وبيخليها مكتئبة ومعرفتش تنام ولما قالت الخبر ليو الصبح كان فرحان جداً لكن حاول يخبي فرحته بس كينج كانت قفشة برضه وعلشان تقدر كينج تشوف جين بياخدها يو هو وزميله وبيتنكره في لبس أطباء علشان يدخل يشوفوه لكن الحروس بيعرفوا إنه هم مش دا كاترة وقالوا ليو بزمتك فيه دكتور جاي يبص على عيان يكون لابس ندارة شمس فأم يؤيل لهم تصدقوا فاتتني دي ساعتها قرر إنه يفكر في خطة تانية وأم عامل نفسه رجل وجعيه وخلى كينج يدخل عندي جين ولما عارف جين بوجودهم طلب من الحارس إنه يسمح لهم بالدخول وكان فرحان جداً بزيارتهم ليه وبالليل بيعرف جين من المساعد إن والدته قررت إنه يعزل من البيت ويغير المدرسة ولما جت والدته طلب منها تغيير رأيها في القرارات التعصفية اللي أخدتها بشكل مفاجئ لكن والدته قالت له إنها عملت كده علشان مصلحته لإن صحابه اللي في المدرسة اللي هو فيها مش مؤهلين يكونوا أصدقاء ليه وده اللي خلى جين يخرج تاني يوم من المستشفى من غير ما يقول لولدته وروح قابل كينج وباقي صحابه وخرجوا مع بعض وقضوا وقت لطيف وكانوا فرحانين بعد كده طلوا على البحر وفضلوا يجروا ورا بعض وكأنهم بيودعوا بعض وهتكون دي آخر خروجة تجمعهم كلهم ولما رجع جين المستشفى لقى والدته في القوضة وقالت له إزاي يخرج من وراها علشان يروح يقابل صحابه اللي فسادوه وكانت كينج وقفة بره وسامعيها وساعتها رد عليها جين وقال لها أن صحابه دول أغلى شيء في حياته ومش هيبطل طول عمره يقابلهم وبيعرفها لفضل التضغط عليه هيسيب مجال الترفيه خالص وده اللي بيخلي والدته تتعصب وبتسيبه وتمشي وتاني يوم راحت كينج وقابلت والد جين في المستشفى وطلبت منها تسمح لجين يتعمق في دراسة الفضاء ووريتها الأجهزة اللي كان بيشتغل عليها لكن والد جين بتكون مش حابة تسمع أي كلام من كينج وبترمي الصندوق اللي كان معاها في الأرض في نفس اللحظة بيخرب جين وبيشوف المنظر ده وبيفضل بسط لوالدته هو ساكت بعد كده نزل لم كل الحاجات اللي على الأرض واخد الصندوق ودخل قطه وفي المدرسة قال يولي صحابه على الرغم أنه المفروض يكون فرحان لأن جين هيمشي من المدرسة إلا أنه حاسس أن المدرسة في الكام يوم اللي هو دخل فيه من المستشفى كانت مملة جداً من غير خناءهم مع بعض بعد كده شاف يوء أعلان عن تسجيل الامتحان في مادة الرياضيات للطلوب اللي عايزين يدخلوا كليات رياضية فأخذ الاستمارة وديها لكينج علشان تقدم وبعد المدرسة راحت كينج الجين في المستشفى علشان تطمن عليه وتذكر معي من مرة دي لما جات والدة جين اتعاملت مع كينج بطريقة لطيفة عن كل مرة لكن كان وضح على جين أنه لسه متضايق من ودته جداً ولما خرجت كينج من المستشفى لقيت والدة جين مستنيها بره وطلبت منها تركب معها العربية وساعتها قالت لها أن علاقتها بجين زي مين كانت أفضل من كده لكن مشاغل الحياة شغلتها عنه وده اللي خلاق لي للكلام معيها عكس مكان زمان وسألت كينج عن علاقتها بي فقامت كينج حكيالها كل مواقفها مع جين بسبب المجالة الفضائية اللي هي جابتها له هدية في عيد ميلاده وطلبت منها أنها تسعى مع جين علشان يحقق حلم حياته في أنه يكون رأي فضاء ولما وصلت والدة جين كينج على البيت طلبت منها تسمحها في أي إساءة وجهتها لها وشكرتها أنها ساعدتها في اكتشاف ابنها مرة تانية وبعد كده طلعت على البيت وعملت الأكل اللي بيحبه جين ورحيت له على المستشفى وهناك قالت له أنها تحترم قراره ومش هتخليه سيب البيت أو المدرسة كينج وجين قاعدين مع بعض وساعتها بصلها جين وقال لها أنها تفضل دايما في عينه معجبته الفريدة من نوعها واللي مش بتشبه أي حد في الكون وده اللي فرح كينج جدا وقالت في نفسها ده خلاص فاضل خطوة علشان يعترف لي بمشاعره ولما بيرجع جين للمدرسة بيرحب بيكل زميله وبيكونوا فرحانين برجوعه وبدأ يول مشاكسة معي من تاني ورحت كينج وقدمت استمرت انضمامها في المسابقة الرياضية وفضل والدها يدربها استعددا لليوم ده أما يوفى والده جاب له مدرس مخصوص حبسه في البيت علشان يخليه يذكر بالعافية ويدخل جامعة كويسة تليق باسم العيلة وساعتها جين وكينج كل واحد فيهم حاول انه يدعم التاني بطريقة غير مباشرة ويسيب له كلمات تشجعه وتحسسه منهم مع بعض وفي يوم اختبار الرياضة راحت كينج وهي كلها حيوية ويصمم لها شعار كبير في كلام يشجعها وقدرت كينج انها تفوس في المسابقة وراحت بعدها قبلت جين وهي سعيدة جدا وبعد سنة بيقدروا كلهم ينجحوا في اختبار الجامعات ويدخلوا جامعاتهم المفضلة وعلى الرغم ان جين ما اعترفش بحبه صراحة لكينج الا ان كلهم في النهاية سألوا نفسهم سؤال يا ترى هنكون ايه بعد عشر سنين؟ علشان كده احنا كمان عايزين نعرف يا ترى بقيت ايه بعد عشر سنين من تخرجك؟ ويا ترى قلب كينج في المستقبل هيفضل مع جين؟ ولا ممكن تحن علي ويتكمل معي بقية عمرها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات وبيخلص مسلثة بما قولت صدق كل من قال ان الاصدقاء هم الضماد الحقيقية للقلب نشوفكم بقى في ملخص جديد سلام